بتوقيت غرينيتش خلد العبيدي على اي اف ام احلى غاديو سحياتي مرحبا مرحبا ينهاركم فولنس كلها وسهلا بكم في رون ديفو جديد من بتوقيت غرينيتش نهار واحد مايه الفين وثلاثة عشر نهور مرة نهار واحد مايه صباح النور صباح الفول انشاءلا تكونوا برشا تسمعوا فينا انشاءلا تكونوا قمتوا على بكري قمتوا في فورما مرحبا بكم كتسمعوا فينا وروتار في الديجيتال علشان يوتوب اي اف ام تي في وقالها على الباش فيسبوك راديو اي اف ام وطوكات كيما قلت لكم برشا الضوف اللاثنية فما كراهب فما سيركولاسيو فما برشا برامو شركات خاصة تخدم في اه اه خدمتها نهار واحد مايه انا كيما قلت لكم او مرنخة نهار واحد مايه اي اف ام حتى اي اف ام مستنسين ناخذوا فشتا لحقيقة من اكونوا صراحة مستنسين ناخذوا نهار الفشتا تبادل فيه البرامجة اما ابرامان راديويت تعتمس الكل تنقل على اي اف ام في كل شي اي اف ام ملقات ما تنقل نقلت عليهم في حكاية تاخذوا نهار الفشتا انا رستنا نخدموا كيما راديويت الاخرين نهار الفشتا مرحبا بيكم سويا عامل زمان كي العادة نحكيو فيها على الاخبار العالمية اليوم باش نحكيو على جديد الاشتباكات في السودان جديد التطورات الميدانية في اوكرانيا وباش نحكيو على مشكلة يبدو انها باش كون معظلة المستقبل الغازو الروبوتي الروبوتي كا عباش نحكيو على حادثة صارت في الصين متاع مرها شدت ربو فاتقدتوا من بعض والخطر فكلها خدمتها باش نعملوا كي العادة كيما كل نهار اثنين جولة في اهم نتائج نهية الاسبوع السيوسبانس مازال متواصل في المانيا في ايطاليا على الاماكن المؤهلة لربية الابطال الاوروبية مازال متواصل كيف كيف في الانجلوتير ارسونال والبلوتوب مشاستر سيتي تفتك السدارة لأول مرة في الموسم منذ الجولة الثانية من ارسونال وغيره من النتائج بتاع الكؤوس الافريقية وغيره من الاخبار في حديثنا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فرح بشتحكي على وثائقي على في نتفليكس عن حياة شيرين بشتحكي على الرونالدينيو اللي اطلق دوري الشوارع في جميع انحاء العالم وبشتحكي على وفاة المشاجعة المغربية بسبب التدافع في مواجهة الرجاء المغربي والاهلي المصري هذا وغيره من الاخبار رسلنا فيكم حتى للسبعة متاع صباح مرحبا بكم على EFM هذه بتوقيت كل يوم اثنين للجماعة حتى نهارت الفيشتة من الستة للسبعة متاع صباح شننهاركم زين شننهاركم في الويسمين شننهاركم بعيدة على المشاكل وحتى كان جاءت المشاكل اتفكروا دي ما نورب يقول في كتابه العزيز ان مع العسري يسرى انتم تسمو في بتوقيت خالد العبيدي على EFM أحلى غاديو مرحبا بكم من جديد 6 و 15 دقيقة بتوقيت تونس الخامسة و 15 دقيقة بتوقيت جرينيتش حلقة الاثنين واحد ماي الفين وثلاثة وعشرين اليوم التقس في الويكان تعدى دراك كيفيش بهي ومش بهي أثرتان ممو في برشة بلايس في تونس سبت شوية بخنست شوية الأمتار سخنة الدنيا وبعد ولا التقس جميل جدا ننتوكها اليوم مش تكون سوحب أحيانا كثيفة مع أمتار متفرقة بأقصى الشمال ثم تشمل آخر انهار المناطق الغربية للوسط والجنوب حيث تكون مواقعة رعدية وغزيرة لتشمل لاحقا الشمال الغربي مع تسيقط البرد بأماكن محدود الحرارة تتواصل في انخفاظ وتتراوح القصوى بين 18 و 25 درجة بالمناطق الصحيحية والمرتفعات وبين 26 و 33 درجة ببقية المناطق ريح الشمالية غربية الجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كم في الساعة وتوصل مواقعا إلى 80 كم في الساعة في شكل هبات قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دوية رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كم في الساعة ببقية الجهات البحر شديد الثير بشمال ومتموش فمحليا مضطرب ببقية السواحل هذا تقصى اليوم ربال المت وإن شاء الله على رأس الساعة نحن توقيت لكي نرى ماذا نقدر لك في 72 ساعة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي سباح النور فرح سباح الخير خالد سباح الخير لعبيت سمع فينا الكل سباح في تونس ولا في بيج لا في الدار في تونس رقدت هكيك ماذا هو هكيك نص نص لحقيقة مريضة شوية الحاسس سيعة لتفاية عديد خائب شوية ها باي نعم الخطر العمل العمل مادامني مجيتش جمعني شكوم بربي قام لك مدهر السباح بكري هكا وجيبك ربي يصبر هو يسمع هو ربي يصبر شو كله ربي يصبر خطر كانوا يسمع فينا ونقولوا رهو البرح قلتوا لك هكي تحب بغيب غيبة ما هي كبشة الخدمة مرفميش منه المساجة ذايا كشف طريقة تعرفوا على خطيبته فتفعل معها ولي عهد الأردن الحكاية هي تفعل ويسع مع فيديو تنشر الولي العهد الأردني على تويتر خاصة ضمن منتدي تواصل حوار الوقع والتطلعات ديوين الملكي الأردني هو اللي برتاج الفيديو على الكونت أوفيسيال وقد سألوا الولي العهد على علاقته بخطيبته وكيف يتعرف عليها البختي هذي كم اللقاء هي اللي عملت ضجة على السوشال ميديا الأمير الحسين الثاني جيوب على السؤال وقال إنه السؤال هذي توجه له قبل برشة مرات وما حابش يجيوب عليه والمرة هذي جيوبوا بكل بساطة رجوة اللي هي خطيبته قال إنه تعرف عليها على طريق زميلته في المدرسة وبعد ما تعرفوا على بعضهم بقوا بريود يحكيوا وبعد انقطعت أخبارهم وكما قال هو سبحان الله صار النصيب الأمير قال إنه يعتبر روحه محظوظ خاطر مش كل يوم ويحدي نجم يتعرف على مراكمة رجوة وقال إنه عرسهم قريب من غير ماعطاه الدات بالضابط اللي خال الفيديو ينتشر ويعجب العبيد على الأخر اللي في اللقاء رجوة كانت حاضرة وتفجأتكي سمعت ويحكي أول مرة على قسط الحب متاحهم قدام العبيد وتأثرت حتى اليوم اللي تبكي عجبتني لحكي عرفت وانتي ما زلتكي عرسة أخد وحكينا على العرس متاع إيمان تفكرت؟ أنا ما نعرش الحقد الطبقي الدفين اللي فيه وقال لا أما حكيت الأمراء والملوك ما ترقليش وما تستهوينيش وما نحسش اللي هما معناه في أحاسيسهم عليه هما بقوا هما نجم يكونوا يحسوا أما ما عرش نحس حياتهم بلاستيك أكتر من ماشا لكل أكيد تشبيك تطيع في أمير خليجي ماشا لكل أمير خليجي شمدخلني شنو مش الكل ماشا لكل أمد ركيفي معناه حكاية 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 هما معناها مش قولك حاج نجموا ينحيوا معناها حقد طبقيها مش نقول الأغنياء نجموا يتميزوا في كل شي في الحياة على المش أغنياء إلا الحب مش يزيدوا يفكوا إن الحب برش عاشا يشتعدي الخبر اللي بعده وثائقي في نتفليكس على حياة شيرين كنا حكينا على عودة شيرين قدش من السيزون ما زلت وقالت خطر برش حبلها برش صحيح كنا حكينا على الانقطاع متاحة على الحياة الفنية لمدة شهر وبدأت رحلتها من دبي وين كانت أول حفلة لها السيزون هذه وأول سقوط أيو أول سقوط أكيد جدا أعرضكم الفيديو متاع شيرين وقت اللي طاحت على الركح وهي تغني وهي ديجا قالتها غضوة بشي سايبوا كل شي على السوشيال ميديا ويركزهم على سقوط شيرين أما ما يتيح كان الشاطر العودة متاع شيرين ما كانتش رجوع للغنية بركة شيرين في الكونفيرونس اللي صارت بعد الحفلة أكدت أنه فما تعاون بينها وبين نتفليكس دوكيمونتير يحكي على حياتها ومسيرتها الفنية واللي بش تشارك فيها بشخصيتها الحقيقية ومعاها طفلة بش تجسد حياتها كي كانت صغيرة وأكدت أنه الطفلة ما هيش بش تكون واحدة من بناتها الزوز وعلى علاقتها بروتانا أكدت أنه تم الاتفاق مع الشركة مرة أخرى واللي بيش يصدر ألبومها الجديد قريبا يا فورة معناها فما ما تفرج نتصور حتى لك النهاية دراماتيكية طبعا ما فمش نهاية ما زلت ما فمش نهاية حتى التوى دراماتيكية أي يبلي بش تكو وعندهما يعملون سيزان كل عام معناها كل عام ينجموا يعملوا سيزان جديدة حيات شيرين اللي فينا المو نرجع ونقول مش معناها أنك تكون ناجح في حياتك للعباد الخاصة الصغار اللي يبعثوا في الميساجات بربي نحب نمثل بربي نحب نولي مشهور بربي نحب نولي مشهور رأوا مش معناها تكون عندك الشهرة وعندك المال وعندك بركوباب البوفار معناها بش تعيش سعيد في حياتك وشيرين خير ومثال على ذلك ومش شيرين برك نحبها ياسر شيرين منيش قاعد نهاجم فيها معناها من الجنراتي متاحها هي هي أفضل فنينها معناها أكثر واحدا هنالنس ما حين أما مش معناها تكون ناجح إعلاميا وفنيا وجو هذاك الكل اللي هو الحلم بتاع العبيد بتاع الفروق بتاع الصغار كل سامحوني في كلمة اليوم معناها بش تعيش سعيد في حياتك هاكم تراو وشيرين حيات زوجية مأساة على مأساة ودرق ومرض وضي بيرت معناها المرأة هاك البرتورباسيان بسيكولوجيك مكتوبة على على جبينها دون كيفو فرد في الأخر الحيات اختيارات أسهل مما نتصوره تفهمتش ما نعرش المساج تاعي وصل له وقال لي نوعا ما وصل نوعا ما قايمت تتفلسفة علينا اليوم الصباح ذي الكل خاطر تخدم نهار جول فري ظهر ليا وبلوس نخدم بعد نخدم السابع وبلوس عادي عادي تكمل ست مطرع شي مش مش كليح تعدي الخبر لي بعد رونالدينو رونالدينو يطلق دوري الشوارع في جميع انحاء العالم ماذا يخبر جميل جدا نجم البرازيل رونالدينو يقرر اطلاق دوري كرة القدم في الشوارع في العالم الكل والهدف من قراره انه يمنح اللاعبين الشبين الموهوبين انه يظهروا مهاراتهم وتولي عندهم الفرصة انه يتبعوا مسار النجومية كما الملاعبية الكبار حسب المنظمين متع الحدث دوري رونالدينو العالمي لشوارع من المقرر انه يبدأ اخر 2023 ملول بشيصير تيسل الملاعبية على مواقع التواصل الاجتماعي اي ملاعب يحب يشير كيصور فيديو يظهر فيه مهاراته وبعد تبدأ المنافسة على ارض الواقع وين بشيصيره مسابقات العرض المواهب في اكبر المدن في جميع انحاء العالم مازال مفهمش دي دي تايو وين بشيصيره المتشويت وإلى التوقيت بالتحديد رونالدينو صرح انه الفرصة هذي ما تتعاودش في العمر المارتين لدعم الملاعبية المستقبل واللي هي فكرة عنده من اللي يبدأ الكاريير متاعه بشيحاول يوصل صغار كيما وصل هو للعالمية جميل جدا 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 اي ريت بنتي متفهمه معناها مش نشي سوفيك معناها الكورة بعيدة عليها شوارع اي اللي فاما ميسي وفاما رونالد وفاما زيدين اللي عمل رونالدينو في عامين ثلاث سنين ما عمله حتى واحد في اللي سميت هذي الكل متاع اكبر لملاعبية متاع متاع العالم واللي عمله اللي اكسيبسيونال على خاطر جستما لأول مرة يوم كنحسينا انه كوارجي من الشارع جاء احتل الملاعب الكبر متاعها اوروبا سكيفاء ك اللوجيك دي شوز انها توصل لانه رونالدينو هو يكون الراعي وقال المؤسس للبطول المتاع الشوارع هذي حاجة حكاية جميلة جدا جستما وهذه دي سيرينة فليكس عيدة مش مش دراما كيما حكاية شيرين دونك ان شاء الله ان شاء الله طبعا هاو نيداء الكادوريم يجي بنا البطولة هذي معناها ان تكون تونس واحدة من البلدين كوكو احنا ما عادش عانا تكوير تحوم للأسف ما عادش عانا كورة في شارع للأسف كيما وقت اللي كنا صغار ان شاء الله البطولة هذي عن طريق رونالدينيو وعن طريق كادوريم تجي التونس لانه البداية متاحها باش تكون محتش مساسي سور اما النوعية متاع البطولات هذي متعرفش عليها بعد 30 40 50 عام تولي فيها كوب دي موند وتولي فيها بارج كبير معناها كوكوين حبوها دي ما تبقى في شارع ولل الفقراء لانه كورة القدم لعبها عملها الفقراء وافتكها الاغنياء البطولة متاع الشوير على زمها تبقى للناس الكل خلينا نقول ما فيهاش تافرق ما بين فقراء واغنياء ونرجع ونقول هاو نداء الكادوريم جيب رونالدين ويعمل البطولة متاعه هذي في في تونس هو بشي عملها في برشا بلايس في العالم دا كيفا فير ينسيليكسيان فرسي ما ان شاء الله تكون تونس من ضمن السيليكسيان هذي باش نبقى مع الكورة الویکند لعني لزنسيدان اللي صارو في تونس طبعنا راديويت والوسائل اللي علام تونس على امتداد النهار كامل وحتى على امتداد الأسبوع وربي يسطر ملايامات الجي شنوب شيصير طبعا في علاقة بالأحداث اللي صارت فيها رادس البرح وبرحة لولا خاصة برحة لولا مش كان في رادس صارت أحداث عنف حتى في المغرب صارت أحداث وصارت تدافع وتوفيت مشجعة مغربية دارت تصويرتها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي الكل كما دارت للأسف التساور بتاع الحريقة اللي صارت فيها في رادس نهارت السبت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل على أعلم العربية الكل نحكي وعلى اللي صار في مواجهة الرجاء والأهل مشجعة مغربية القاد حتفة في المتش اللي جمع الرجاء البيضاوي والأهل المصري نهار السبت ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نورة 29 سنة توفيت جراء التدافع اللي صار والإزدحام قدام واحدة من البوة بيتمتاع الستاد الضحية تم نقلها للمستشفى وينلغضت أنفاسها الأخيرة موت نورة تسبب في صدمة كبيرة بين المشجعين وحتى على مستوى اللجنة المنظمة والسلطات الأمنية رئيس لجنة التنظيم أكد أنه سبب التدافع اللي صار هو كمية التذكر المزورة الحاجة اللي خليت جمهور يحضر بأعداد غفيرة وأغلبيتهم زوروا اللي تيكيم تيحهم بش نجموا يحضروا الماتش عندي عربية تنع نورة كما الأهلي والزمالك والتيحات تنجا والويديد البيضاوي الماتش اللي تلعب في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء وفي سفر سفر وتعادى الأهلي للدور النصف النهائي بعد مربع في مباراة الذهيب في القاهرة اثنين بليش ربي يوسر ما اللي قاعد ساير في المباراة تعمت شوية القارة الأفريقية لكلها بارمون مش كان مش كان تونس تدافع ويح ما نهم معناه بارمون مش كان مش كان مش نبدأوا متفهمين مش نبدأوا نبدأش نظلم حاجة ذي ما صارتش كان في القارة الأفريقية وما صارتش كان في دول العربية وغيره والتعامنا في باريز أحداث عنف وأحداث تدافع وأحداث سوق تنظيم كبير ياسر صارت في الدور النهائي ما بين ريال مدريد وليفر بول وكيف كيف صار برشة من الجماهير خاصة القاور ويح مضربين وغيرهم الأشياء هذي اللي تاقع ما فينا المان على ما تشكوره تمشي تفرج في ما تشكوره تراوح فينا عشرة هو ستار ربي من اللي قاعد ساير في تونس اللي قلته توا يكون عنوان بتاع اخبار في الأيام القليلة القادمة نردوا بالنا بارشة 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 شنو قاعد ساير في ملعبنا فهما كلا خبار جميل جدا بتاع البسكليت اي باربي ركزوا مليح قاعدين تسوقوا في فكرة هبكم ركزوا مليح خطر الحكاية قالوا هلنا النقطة وحنا صغار هاي ولا تحقيق نروح البرشة Now لذلك الناس يدور من الداخل لا يدور شيء. كالدبابة. نعم. لذلك يتساعد الاختراع. تتزحلك. الأاختراع جميل جدا. نعم تشعر أن تتزحلك. تساعد الناس يتساعد الناس. لا يتساعد الناس يتساعد الناس. لذلك الناس يتساعد الناس يتساعد الناس يتساعد الناس. فهل نعم تساعد الناس يتساعد الناس. كانت نقطة قبل بالحق. وكانت تحقيقها. اللي تسمع فينا. عشنا وشوفنا بسكليت بعجلي مربع. كانت هذه أهم عنوين مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار اللي دارت بارشة على الريزوز سوسيو في 72 ساعة الأخيرة بشنا رجع نحكي وكورا احنا بعد شوية أهم نتائج نهاية الأسبوع عم أقبل إذن نسمعوا بابا الهدي يغنينا اللي يتعدى وفيت مرحبا بكم من جديد 36 و 38 دقيقة بتوقيت 25 و 35 دقيقة بتوقيت جرينيتش كيما كل نهار ثنين لقيت إذن عنها دورة كبيرة شوية على نتائج أهم نتائج نهاية الأسبوع الويكاند كان حافل في أفريقيا وكان حافل في الأوروب نبدأ بنتائج ربيط الأبطال الأفريقية ترجع عمت واحد واحد مع الجيس كا شبيبة لقبي يلدك ترجعت عادت لدور نصفة نهائي بعد انتصارها واحد بلايش في ماتش الذهاب بشتقابل الأهلي المصري اللي بعد من انتصر اثنين بلايش في مصر على الأرجاء البرتي روتور وفات أسفر أسفر الدومي الفينال الثاني مش يجمع بين سانداونز الجنوب الأفريقي اللي يبدو أنه الفريق الأكثر جاهزية للكمبيتيسيان هدايا في الموسم هدايا بعد مربح أربعة واحد في الجزائر في البرتي أليه أربح زيدة في الروتور ثنين بواحد ضد شبيبة بلوزديت ويديد البيضاوي كان آخر المتأهلين بشيكمل الكاريداس بعد ما اخسر واحد بلايش في اللي ضد سنبا التنزاني البح في المغرب الثنين بلايش وخذي كما قلنا آخر تيكي للدور نصفة نهائي دور نصفة نهائي ترجي الأهلي المصري سانداونز الويديد البيضاوي في كأس الكاف المغامرة بتاع الاتحاد المونستيري انتهت في الدور الربع نهائي للأسف بعد 0-0 في الماتشالي في المستير أساك ميموزا انتصرت على الاتحاد ثنين بلايش في البرتي روتور الرباط المغري بتعدى على اليوسيم الجي ما تعدىش بلوتو رباح ثلاثة ثنين ضد اليوسيم الجي أما اليوسيم الجي تعادت بعد منتصر ثنين بلايش في اللي بيراميد المصري انسحب ضد مارومو جالانت بعد ما اخسر واحد بلايش في البرتي روتور واحد واحد كانت نتيجة المقابلة الذهاب ويونج أفريكانز تعدى رغم التعادل 0-0 على الملعب غضة دريفرز يونيتد بعد ما كان انتصر في مقابلة الذهاب ثنين بلايش انتهاء مغامرة الاتحاد المونستيري في الكأس الافريقية نمشي والأوروبا مازال كبير ياسر في ألمانيا قاعدين نمشي جولة بجولة السدارة قاعدة تمشي جولة بجولة والنتائج الغير متوقعة مازالت متواصلة ومازالت تطيح في العبات في الألعاب الريهانات الرياضية دورتموند اللي مازالت كيف افتكت السدارة ما نشحتش في انها تحافظ على النقطة فارق في السدارة هذية بعد ما تعادلت في أول مباراة في الجولة واحد واحد على ملعب بوخوم أربي لايبزيق ربحة أوفنهايم واحد بلايش يونيون بيرلين ليفركوزن 0-0 ماتش من أمسط ما تعدى في الويكاند وبير المونيخ استغل طبعا العثرة تاعة الغريمة التقليدي بوروسيا دورتموند دورتموند وانتصر 2 بلايش ضد هيرتا بيرلين الترتيب قبل أربعة جولات من النهاية بير المونيخ متصدر ب62 نقطة خلف بوروسيا دورتموند ب61 نقطة في كل مرة يونيون بيرلين فريق عيسى العيدوني جيه الفرصة أنه يقترب في الترتيب يضيع الفرصة هذية وكما قلنا على ملعبه مناجم يعمل كين 0-0 ضد بير ليفركوزن كان فما مباريات فرقت في الموسم هذية مع يونيون بيرلين كان ينجم يفوز بالبطولة برشا مقابلة تعادل على أرضه في آخر الموسم كان ينجم يكون كما قلنا هو البطل أما هذك هو أربعة جولات على النهاية نقطة فارق ما بين بير المونيخ وبروسيا دورتموند الصراع على البطولة انتهى في إسبانيا وحتى الصراع على الأماكن المؤهلة لربية الأبطال الأوروبية كيف كيف أساسونا ريال سوسيداد ثنين بليش ريال سوسيداد ريال مدريد ربحت أربعة ثنين ضد الميرية تريبلي بنزيما وبونتو رودريغو بنزيما لمركة ثلاثة بونتو كان منرفز شوية في آخر البارتية خاطر حبي مركي الهدف الرابع عليش خاطر مازل كيف رزقه ربي بمولوده الرابع دوك حبي يهدي بونتو الكل صغير عما فينا الموفي باتريكا ربي ربي معاه وربي صبره برشلونة كيف كيف ربحت أربعة بليش ضد بيتيس و أتليتيكو مدريد انتصرت في آخر مباراة في الجولة خمسة ثنين ضد غيادوليد في الترتيب برشلونة متقدم تسعة وسبعين نقطة حديش النقطة فارق على الريال مدريد بثمانية وستين نقطة مازلوا ستة جولات على نهاية البطولة البطولة اللي يبدو انها تنجم تنجم جدي بيان تنجم تسخن شوي في فرنسا بعد العثرة جديدة قبل هذي ليون كانت ربحت في ستراسبورغ ثنين بواحد ليل ربحت تليفة بشي ضد أجاكسيو مونكو خسرت على أرضها أربعة بليش ضد مانبولي للأسف الخزري ما سجلش في المباراة هذية وكيما قلنا بي جي مفاجأة الجولة ان هذا ما ضد لوريون ثلاثة واحد في البارك دي برنس رغم رغم وجود كل نجوم وتقريبا بارنيمار الملعبية الكبار نصح التعبير بتاع كبار خلينا نقوله الكل هم لعبوا في المباراة هذية وكانت انتقادات كبيرة ياسر على المردود بتاع الجمعية الكل اللي لازمنا نحكيه فيه في المباراة هذية هو المردود الخارق اللي عادنا المردود الكبير ياسر بتاع منتصر الطالبي اللي خلينا نقوله اوقف هجوم ونجوم البي جي في البرك دي برنس مفاجأة الجولة كانت انتصار لوريون في البرك دي برنس على البي جي 3 وحد نتيجة استغلها اولمبيك مارسيليا بعد انتصاره 2 وحد ضد اوسير في اخر مباراة في الجولة في الترتيب نلقاه البي جي متصدر بـ 75 نقطة خلفه اولمبيك مارسيليا بـ 70 نقطة على بعد 5 جولات من نهاية البطولة في فرنسا تلعبت الفينال متاع الكوب دو فرنس في الويكيند فينال انتهت بانتصار تولوز على حساب نانت خمسة واحد دونك تولوز هزا تيتر متاع الكوب في الموسم 2022 2023 2023 السيسبانس ما عادش برش على لقب البطولة ما عادش جملة على لقب البطولة في ايطاليا رغم تعادل نابولي واحد واحد في الجولة متاع الويكيند اما السيسبانس ما زال كبير يسر 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 على الاماكن المؤهلة لربطة الابطال الاوروبية هاكم بشوفوا الكلاسمان شوية اخر خلينا نعطيكم اهم نتائج الجولة قبلها ذيا اليوفي بولوني في اخر مباراة في الجولة واحد واحد اليوفي ضيعت فرصة كبيرة انها تقرب اللازيو ولا تتجاوز لازيو في الترتيب لازيو اللي كانت انهازمت ضد لينتر تلافة واحد لازيو اللي كانت منتصرة تيويل مش تيويل المباراة منتقدمت في النتيجة في الشوطة الاول ولكن لينتر عملت ريمونتا ده خارق العادة في الدقائق الاخيرة الدقائق الاخيرة اللي كانت سخونة ياسر 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 زادة في مقابلة روما وايسي ميلن مقابلة تكتيكية نخشين ياسر 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 من ابناء جوزي مورينيو اللي عملوا كل شي دفاعيا في المباراة وظنوا انهم افتكوا ثلاثة نقاط متاع الفوز في دقيقة تسعين او اثنين او تسعين لكن الميلن عدت في دقيقة اربعة وتسعين دوك واحد واحد نتيجة القمة الثانية متاع البطولة الايطالية في الويكاند اتالنتا من جهتها انتصرت اثنين بواحد ذاتورين وفي الترتيب كيما قلنا نابولي حسمة امر البطولة تسعة وسبعين نقطة الثاني لاتيو ركزوا مليح على الاماكن المؤهلة للشامبيونز ليجا لاتيو ثاني بواحد وستين نقطة اليوفي ثالث بستين نقطة انتر رابع بسبعة وخمسين نقطة قدوا قد الميلن قد روما ثلاثة فرق بسبعة وخمسين نقطة ثلاثة فرق يشيت نفسه على مركز فقط مؤهل لربية الأبطال الأوروبية ووراهم أتلانتا تعس في المركز السابعة بخمسة وخمسين نقطة العفو بعيد عليهم زوز نقاط بارك السيوس باش يكون كبير برشة على الأماكن المؤهلة لربية الأبطال الأوروبية نختمو ب أنجلترا وين لأول مرة في الموسم منذ الجولة الثانية تقريبا منشستر سيتي يفتك الصدارة من الأرسون الأهم نتائج الويكيند في الأنجلوتير في البريمير ليغ كريستال بلاس ويستهام 4-3 وواحد من أجمل مباراة الويكيند فولهام ماشستر سيتي 2-1 ماشستر سيتي ربحوا بالسيفة على ملعب فولهام وكان ينجم يضيعوا النقاط المهم هذية يونايتد ربحة أسلان بلا 1 بلايش نيوكاسل ربحة 3-1 ضد سوثمتون وكيف كيف واحدة من أجمل بوريات نهاية الأسبوع ليفر بول توتنهام ليفر بول تقدمت 3-3 في الشوط الأول توتنهام عدلت 3-3 في الشوط الثاني الهدف متاع التعادل جاء في الدقائق الأخيرة تقريبا في دقيقة 93 لكن دقيقة بعد ديوغو جوتا يسجل هدف الانتصار ليفر بول في الترتيب نلقاه بمانشستر سيتي متصدر ب76 نقطة نقص مباراة خلفه أرسنال ب75 نقطة الصراع ما زال متواصل السيتي أقرب طبعا أما كل شي ممكن انتهينا من الباج فوت متاع الويكيند باج دوي كيما كل نهار اثنين مش نعملوا فاصل صغير بعد شوية نحكيو على التطورات الميدانية في السودان بتوقيت جرينيتش مثلين للجمعة من 6 إلى 7 سباح خالد العبيدي على EFM أحلى غاديو مرحبا بكم مواصلين في بتوقيت جرينيتش في حلقة الاثنين واحد ماي الفين وثلاثة وعشرين عيد العمل الذي نأخذ في EFM البرمجة عادية في نهار في جميع اليوم نحن مواصلين مع الأخبار العالمية على مستجدات الوضع في السودان وآخر تطورات الميدانية متاع السراع اللي انتشر في كامل أرجاء البلاد الخرطوم العاصمة هي طبعا واحد من أهم مراكز السراع هذية وين يتقابل الطرفين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة ما تسبب في تهجير المواطنين أولا وما قاعد يتسبب في تدمير البنية التحتية ثانيا البارح حتى شبكة الطيار الكهربائي تضرتها وقص عليهم الظو في برشا منطق الاشتباكات تواصلت زادا في أم دورمين وفي غيره من منطق الجيش هجم قواعد عسكرية لقوات الدعم ودمر فيها عتاد وحقق انتصارات في حين أنه قدر زادا أن يتصدى لهجومات قوات الدعم على قواعده بالنقاط خلينا نقوله الجيش هو المنتصر في المعركة ميدانيا اليوم ويبقى الشعب هو الخاسر الأكبر وتبقى موجات النزوح والهجرة متواصلة مواطنين هاربين من بلادهم لمنجمين ليتنقلوا لا يدوا ولا حتى الماكلة خلطين عليها في بلادهم اللي كانوا عايشين فيها في أمن وأمان أيامات قليلة التالي الشي المؤسف الأخر هو أنه وكما مع كل حرب أهلية عنا مواطنين هاربين وتصور اللي قاعدين نشوفوا فيها الأكثر مؤخرا هي تصور متاع الناس تسرق في ممتلكات العباد اللي هجت من البلاد دير قوات الشرطة تدخلت لأول مرة في الصراع هذه حتى يلتوا الشرطة ميخذ موقف محايد من السراع موقف مش محايد بمعنى ما يهمنيش أما لا تدخلت في الكرتوش لا تدخلت في الهجومات لا مع قوات الدعم لا مع الجيش هي كان مش الدخل مش الدخل مع الجيش تبعا أما حتى يلتوا ما تدخلتش فينا المو الشرطة هبتت للشارع وقررت أن تحمي ممتلكات الممتلكات العمومية والخاصة وقوات الدعم السريع والقادة من قوات الدعم السريع هدوا أو حذروا الشرطة من التدخل في النزاع الميداني للأسف هذه واحدة من نتائج ومخلفات الكارثة الإنسانية التي تحدث في السودان من أسبوع إلى آخر الأمور قاعدة تتغير في الحرب الروسية الأوكرانية الفترة التي تعديت قاعدة تكلموا برشا على التقدم الروسي وكسب روسيا للنقاط في معركة باخمود تكلمنا حتى على فيهم تلميح من عند زيلنسكي وحتى من عند بوتين بأن المعركة شارفت على النهاية بانتسار الجانب الروسي اليوم نحكي على خسائر تضاعفت بشكل من الجانب الروسي بريغوزين ملك شركة فاغنر التي تحارب لحساب روسيا في باخمود أعلن أن مقاتله زادت قدمه 150 متر في مدينة باخمود ومازال كان 12 كم مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية المعركة شارفت على النهاية بسيطرة قوات فاغنر وسيطرة روسيا على المدينة في نفس الوقت أعلن مالك شركة فاغنر أتكلم برشا مرات على المشكلة متع الامدادات الروسية بالسلاح تجي الخسائر هذه في أخي بوقت ممكن بما أن تتزامن ولا تزامنت مع أعلن زيلنسكي الرئيس الأوكراني أن بلاده تبدأ الهجوم المضاد من غير حتى ما تستنى الطائرات الغربية المقاتلة الهجوم المضاد الأوكراني نستنى فيه برشا في باخمود يصير في أفريل لكن زوز عوامل حالة دون ذلك أولهم التقص الثاني والأهم هو الوثائق السرية التي تسربت من البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية والتي كشفت للعموم كشفت للعالم الكل على الخطط متع الهجوم المضاد هذية كان أن القوات الأوكرانية تنفذ خطة مكشوفة للعدو الهجوم تأخر كان من المقرر الهجوم المضاد تأخر كان من المقرر أنه يتأخر أكثر شوية من هك بما أنه نورمال ما أوكرانيا كانت سنسي تستنى الامدادات بالطائرات الغربية المقاتلة لكن زيلنسكي خرج في حديث في الساعات القليلة الأخيرة وقال أنه ما نجموش نعطيه أكثر وقت لروسيا بش تزيد تتقدم في بخموت قبل ما نفذو الهجوم المضاد أمتاعنا قال أنا كم بش نستنى الطائرات الغربية وبعد زيد نستنى أنه الغرب الجيوش الغربية تريني الجنود اللي عندي على استعمال الطائرات هذيرا وبش نربح روسيا وقت ثمين جدا في المعركة والوضع حرج جدا في بخموت يتطلب التدخل بصفة فورية يبدو أنه معركة بخموت ما زال بش تتواصل الفترة طويلة ويبدو أنه النصر الروسي فيها ما هوش سهل كي ما ظن بوتين بوتين اللي للتذكير كانت خطه أن يربح معركة بخموت في فيفري 2023 يلقى روحه يواجه في مقاومة أوكرانية خلته مجبر أن يأجل أهداف أخرى للعملية العسكرية في أوكرانيا السؤال هل أوكرانيا قادرة فعلا على قلبين الطاولة على الروس في المعركة هذه اللي هي الأطول منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا وإلا لي السؤال سعيب إذا كان أوكرانيا تقلب الطاولة على روسيا في بخموت فستكون هزيمة هزيمة بمثابة الفضيحة العسكرية بالنسبة للجانب الروسي بالنسبة لبوتين شخصيا هل زيلنسكي نجمي عمله وإلا لماذا المستقبل يجاوبنا باش نحكيه تواع لحادثة غريبة صارت في الصين يونان فيرمير فيرملية صورتها الكاميرا ويتشت دعصا وهجمة على روبو فتقطوا من بعض الربو في السبيتار في إحدى الولايات الصينية نحكيه على روبو موجود كيف وبرشا في الصين يستخدموه في السبيتارات لتحديد جداول الأطبي وحتى لأداء بعض المهام متاع الفرملية كما هزين الفطور تذكير المرضى بموعد تناول الدواء تنظيم مواعيد الرانديفوم متاع المرضى والطبة وغيره الشيء اللي تسبب في موجة بطالة جديدة للفرملية بيدهم ترضو الفرملية البشر وخدمو في بلاستهم روبويت روبويت هذه كثير استخدامها وفي الفترة الأخيرة ظهرت عبارة جديدة اسمها الغزو الروبوتي لمهام البشر المرأة بالغلبة خلينا نقولو ولا بالقاهرة كما تحبو هزت عصا ومشيت كثرة الربوه اللي في مخة واللي هو صحيح فكلها خدمتها أفراد الآن من الدخل طبعا وتوقفت المرأة بشي حقوا معها وزملئها بس بيتار قالوا اللي هي مصابة بمرض عقلي ما نعرفش الحكاية صحيحة وإلا ليه ولا يحبو يحميوها من من عقوبة جنائية لا نعرفه لتوى ولا تحكم عليها هذا يجرنا الموضوع بشيكون حاضر في المستقبل بقوة في حياتنا الربو قاعدين يفكوا في برشة خدم وهذا بشيخلق برشة فريسترسيون كما اللي عاشتها الفرملية دا رحنا في تونس عشنا بعض المواقف دا في بعض الشركات الخاصة وحتى الشركات العمومية فما الربو فما فما ماكينات خذيوا بلاسة عمال مثلا في مطار تونس قارتاج وغيره من من البلايس فريسترسيون دا عاشتها الفرملية ينجموا يعيشوها لطف عليكم برشة بيت في المستقبل المستقبل بعيد شوية مزلنا لباس مزلنا سلاكيت اما تحب نعرف هنا رايكم ايس ك كنجيت انتي في بلاستها تنجم توصل تعمل كيفها واهل الله خليونا ريبونس تحبكم على الفاش فيسبوك راديو ايفم اعنا هكا كون رسلنا الاخر ما عدنا في بتوقيت جرينيتش لليوم حلقة 321 2023 نهاركم زين نهاركم فلو اسمين بعد شوية يجيكم بورهين بسيس وبقي فريق اميسيان امبوسيب نهاركم زين وتحياتي تخيل عندك تلفز على كيفك